افتتح لخ محمد علي الحوثي رئيس لجنة الثورية العليا اليوم بصناء عمل اللقاء التشاورية الذي تنظمه الهيئة العليا للأدوية مع صانعي القرار وصانعي السياسة الدوائية ومصنعي ومستوردي الأدوية في اليمن وخلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال وزير الصحة العامة دكتور غازي إسماعيل ورئيس الهيئة العليا للأدوية قال رئيس اللجنة الثورية العليا إنها فرصة للتقي بكوكبة من رواد تصنيع الدوائي في اليمن من القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي والهام الذي من خلاله تتحقق ضبط الجودة الدوائية والجودة السعرية كون مجال الدواء مرتبطا بروحه وحياة الإنسان وأضاف إن المجتمع اليمني يزكي تجار الأدوية من منطلق ثقته أن مقدم الدواء لا يمكن إلا أن يكون مؤمنا بالقيم النظمة لهذا العمل وأبعاده الإنسانية والأخلاقية وبعيدا عن روح التربح البشع ولفت إلى أهمية تفعيل وحدة فحص الأدوية في وزارة الصحة إلى أقصى حد ولفت أيضا إلى أهمية تفعيل وزارة الصحة العامة لدورها في جوانب الرقابة الدوائية من النواحي المتعلقة بالجودة الدوائية والجودة السعرية وضبط المخالفين والمتلاعبين وإحالة من النيابة المختصة وذكر الدورة السلبية الذي لعبته منظمات معينة تشاركت مع العدوان في إلحاق الأذى بالشعب اليمني من خلال قيامها بشراء كميات من الأدوية من السوق وإخفائها أو إتلافها تزامنا مع القصف بالأسلحة المحرمة دوليا والحصار لواجه الشعب معاناة مركبة من أكثر من جبهة عدوانية ظاهرة ومخفية وأشار رئيس لجنة الثورية العليا إلى التوجهات التي صدرت من أجل تفعيل صناعة الدوائية المحلية وأشار رئيس لجنة الثورية العليا في ختام كلمتي بدور القطاع الطبي والصحيف اليمن وصانعي وموردي الأدوية على جهودهم المتميزة والبطولية التي حققوها في مواجهة العدوان وأدواته والحصار الجائر وأساليبه مما زادت ثقة بالواقع والقدر على المقاومة والصمود وصولا إلى الانتصار بإذن الله